أحبتي المشاهدين حالة من الحذر والترقب تسود الشارع المنتفض والشارع السياسي قبيل أيام من تقديم المكلف محمد توفيق علاوي كابينته إلى البرلمان العراقي هذه الكابينة التي يبدو أنها عند الآخرين تحمل لغزا كبيرا لأن حتى هذه اللحظة لم يستطع أن ينفذ إليها أحدا منهم ليتعرف على ماذا تحمل في أوراقها من أسماء للذين سيكونون وزراء في الحكومة المقبلة وهذا أسلوب لم نعتاد عليه منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة ولا أدري أننا قد نكون أمام مرحلة جديدة من التشكل السياسي أو المنهجية السياسية الجديدة التي قد تبدو أو قد تولد على يد محمد توفيق علاوي الأخبار تقول أن علاوي تحرر من هذه الضغوطات ولم يقبل أي مرشح من الأحزاب ولم يطلع الأحزاب حتى هذه اللحظة على هذه الكابينة ومثل ما يقولون أنه ظلت حسرة بقلوب الولد ولكن البعض ما زال يراهن على منهجية كانت خائبة وهذه المنهجية السياسية التي مونست في العراق منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة أنتجت جرائم يندى جبين الإنسانية لها من الخجل جرائم بحق الإنسانية جرائم إبادة جماعية جرائم عمليات سرقة منظمة جرائم فساد منظم السيطرة على كل شيء ولذلك خرج الناس قالوا لهم أولا ماكم مقدس إلا الوطن الشيء الثاني يجب أن تنتهي هذه القوى وأحزابها وسلوكياتها ومنهجيتها لذلك الشعب يريد حالة جديدة من بناء الحكم ولكن هناك من يصر وما زال يصر أنه إلى حصة بالوزارات وما أدري هو شنو فضله على العراق يريد حصة من الوزارات وبالذات هناك قوى يقودها أشخاص معروفين الآن يردون حصتهم من الوزارات ليش عمي أنت شنو جاي بالدب من ذياله أنت شنو بعن العراق سويتنا دبي سويتنا اسطنبول شنو سويتنا ماليزيا سويتنا سنغافورة عمي بعدنا ترى من تمطر الدنيا نغرق زيان ومن يصير الصيف ندور فيه كهرباء ماكو فبطلوا هاي السوالث واستحوا شوية من أنفسكم خلوا العالم ما يصير إحنا كل ما تطلع عدنا إشراقات جديدة وكل ما يطلع عدنا شعب ينتفض وكل ما تولد عناصر قوة تجون توقفون ببتش الشعب أنا أقول لك يا وأقول للآخرين والله الذي يقف بالضد من إراد الشعب يديوسونه ويسحلونه مثل ما سحلوا غيركم احترموا إرادة الشعب واحترموا انفسكم وخلوا الناس الأشراف تشتغل لنمضي إلى مرحلة جديدة هكذا هو الشعب يريد مو مثل ما تردون أنتو ردتوا سويتوا بكتوا طمطمتوا كتلتوا سكتوا كل شي سويتوا هالمرة يا شعب هو الذي يقرر أنا ريد لحصة قلنروح ياخذ حصة من نهلة من يموت أبوه من يموت أمه يروح يورث العراق يرثه العراقيون والعراق يرثه الشرفاء حينما يلتجون أما الفاسدون أقسم لكم بذات الله حتى عندما تموتون سنحفر قبوركم سمعتوا الأولاء بطلوا هاي السؤال فعلى الناس الفقرة تتحدثون مرة باسم مكون وتتحدثون مرة باسم طايفة وتتحدثون باسم قومية أو أنتو شارع ما بلتو قال يطلع يدور حصة يقول لي أنا فلان أنا السويت أنا البنيات أنا الخليات ولذلك أقول لكم وخلحتيها وطق بطق ما عندي شيئان أظمه إذا أنتم ما تمرون كابينة علاوي فبعد علاوي راح يجيكم برهم صالح وتدركون تماما كيف أن برهم صالح عطل المشاريع التي أردتم أن تمرروها وما خضع للضغوطات خلونا نشتغل صح أنا لا متحدثا باسم علاوي ولا أنتمي لصالح ولا أنتمي لأحد أنا أنتمي لجراحات العراقيين وأنا أتحدث لست بصدد أن تمر الكابين أو لا تمر لكن أنا أحذر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سياسيون وقادة أن لا تقفوا بوجه إرادة شعب